بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب العزاء طلاب الصف الثاني السانوي الفني أهلا ومرحبا بكم مع برنامجنا في بيتنا مدرسة مع مادة اللغة العربية لصف الثاني السانوي تحدثنا في الحلقة السابقة عن بعض دروس مادة اللغة العربية وقمنا بمراجعة بعض هذه الدروس فقد رجعنا في فرع الأدب العصر العباسي وعرفنا لماذا سمي بهذا الاسم وعرفنا نتائج نقل الخلافة من دمشق إلى بغداد وسمات هذا العصر الأدبية ثم خدنا نموذج تطبيقي لهذا العصر وهو نص وصف صديق وكان وصف صديق للكاتب الأديب عبد الله بن المقفع ثم رجعنا في أحد دروس القواعد النحوية خدنا المفعول المطلق وعرفنا أنواع المفعول المطلق في هذه الحلقة سوف نقوم بمراجعة بعض من دروس المادة في فرع القواعد النحوية سوف نقوم بدراسة ومعرفة المفعول لأجله وسوف ندرس إعراب المفعول لأجله ثم نقوم بدراسة بعض دروس فرع البلاغة الطباق والمقابلة وسوف نقوم بمراجعة أحد دروس القراءة وهو درس هل لديك هدف في الحياة نمسك أول درس من الدروس الموجودة عندنا اللي هو درس القواعد النحوية المفعول لأجله المفعول لأجله هو أحد المفاعل التي تكون منصوبة وهو اسم لو جينا نعرف المفعول لأجله أبناء العزاء المفعول لأجله اسم أو مصدر منصوب يأتي ليبين سبب حدوث الفعل يبقى المفعول لأجله المفعول لأجله بيأتي ليبين سبب حدوث الفعل ويكون المفعول لأجله جوابا عن سؤال يبدأ بلماذا فإذا سألنا سؤالا لماذا تذهب إلى المدرسة تكون الإجابة أذهب إلى المدرسة طلبا للعلم نبص الكلمة طلبا بيانت لي سبب زهابي للمدرسة فكان المفعول لأجله سبب لحدوث الفعل سبب لحدوث الفعل يبقى كلمة طلبا اعربها هنا في هذه الجملة مفعول لأجله منصوب بالفتحة لو انتقلنا أبناء العزاء إلى بعض الأمثلة على المفعول لأجله نمسك المثال الأول أتجنب المعاصي خوفا من الله لماذا أتجنب المعاصي سبب تجنبي للمعاصي وابتعادي عنها هو الخوف من الله عز وجل فكلمة خوفا من الله سبب لتجنبي للمعاصي وابتعادي عنها لو بصينا هنا يا ابناء العزاء لي الأمثلة وبقية الأمثلة اللي موجودة عندي في هذا اللوحة عاقب القاضي المتهم تأديبا له لماذا عاقب القاضي المتهم عاقب القاضي المتهم تأديبا له يبقى تأديبا هنا سبب عقاب القاضي للمتهم فعندنا تأديبا سبب حدوث الفعل وهو العقاب مثال تاني ابناء العزاء اتصدق على الفقراء رغبة في دخول الجنة لماذا اتصدق على الفقراء رغبة في دخول الجنة فلو بصينا هنا ابناء العزاء لا ان رغبة هي سبب حدوث الفعل وهو التصدق المثال التاني اصلي املا في رضا الله عني لماذا اصلي املا فكلمة املا هي سبب حدوث الفعل وهو الصلاة يستمع الطالب الدرس حرصا على الفهم لماذا يستمع الطالب للدرس حرصا على الفهم فكلمة حرصا في هذه الجملة مفعول لاجله لانها بيانت سبب حدوث الفعل نصلي طاعة لله لماذا نصلي طاعة لله يبطع سبب حدوث الفعل وهو الصلاة نحترم المعلمين تقديرا لهم لماذا نحترم المعلمين تقديرا لهم تقديرا بيانت سبب احترامنا للمعلمين ولذلك تعتبر كلمة تقديرا مفعول لاجله منصوبا بالفتحة نحافظ على صحتنا خشية المرض لماذا نحافظ على صحتنا خشية المرض يبقى خشية هنا بيانت لي سبب حدوث الفعل لو بصنا لكل الكلمات الملونة في هذه الأمثلة اللي هي بيانت لي سبب حدوث الفعل الذي يسبقها فكلمة خوفا وقلمة تأديبا وكلمة رغبة وأملا وحرصا وطاعة وتقديرا وخشية هي مفعول لاجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة لو بصنا تاني ابناء العزاء الله ان المفعول لاجله يأتي مجرورا كيف يأتي المفعول لاجله مجرورا اذا سبق المفعول لاجله حرف الجرء اللام فلو بصنا ابناء العزاء للمثال اللي موجود عندي في هذه الصفحة تقيم الدولة مع رض الكتاب تشجيعا للقراءة كلمة تشجيعا مفعول لاجله منصوب الفتحة فهي لم تسبق بحرف الجرء اللام فاذا أسبقناها بحرف الجرء اللام تصبح تقيم الدولة مع رض الكتاب لتشجيعا القراءة لتشجيعا القراءة هنا بصنا ابناء العزاء لكلمة لتشجيعا اللام حرف جرء وتشجيعا اسم مجرور باللام وعلامة الجرء الكسرة كمل اعرابك وشبه الجملة فعندي لو بصيت لقيت اني شبه جملة اللي هي حرف الجرء والاسم المجرورة اللي لقيه في محل نصب مفعول لاجلي لان اللي كلمت لي تشجيعا جاءت لكي تبين سبب اقامة الدولة لمعارض الكتاب لو بصنا للمثال التاني ابناء العزاء يقف الجنود على الحدود لحماية الوطن كلمة لحماية لماذا يقف الجنود على الحدود لحماية الوطن لحماية اللام حرف جرء وحماية اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة فهي شبه جملة وشبه الجملة في هذا المثال في محل نصب مفعول لاجلي لانه اتى ليبين سبب حدوث الفعل فسبب وقوف الجنود على الحدود هو حماية الوطن نطيع الوالدين لحرصنا على طاعة الله لو بصنا ابناء العزاء لسبب طاعة الوالدين هو الحرص على طاعة الله ولكن كلمة حرص سبقت بوجود اللام واللام في هذا المثال حرف جرء فحرص اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة في محل نصب مفعول لاجلي والناء في هذه الكلمة ناء ضمير متصل مبني في محل جرء مضاف اليه يبقى كل كلمة من هذه الكلمات تعتبر مفعول لاجلي ولكن سبقت بحرف جرء اللام فتصبح شبه جملة ولكن شبه جملة في محل نصب تعالوا نشوف ابناء العزاء نموذج اعرابي للمفعول لاجله لو بصينا للنموذج اللي موجود عندي هنا هللاقيه اعملوا اليوم للنجاح غدا اعملوا اليوم للنجاح غدا ابو صلاة ابناء العزاء اللام حرف جرء والنجاح اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وشبه الجملة في محل نصب مفعول لاجلي ابناء العزاء هناك كلمات عندما اراها في القطعة هذه الكلمات تكون اعراب مباشر تعرب مفعول لاجلي كلمة املا كلمة حبا كلمة احتراما كلمة طاعة كلمة حرصا كلمة رغبة كلمة طلبا وطمعا وخوفا وتأديبا وإيمانا وتقديرا وخشية ورهبة هذه الكلمات عندما تراها في القطعة تستخرج مباشرة وتعرب مفعول لاجلي بكده ابناء العزاء نكون وضحنا ان المفعول لاجلي هو اسم ومصدر يأتي منصوبا ليبين سبب حدوث الفعل نتحدث بعد ذلك ابناء العزاء عن احد دروس البلاغة وهو درس الطباق والمقابلة الطباق والمقابلة ابناء العزاء هو درس من دروس البلاغة ويعتبر لونا من الوان المحسنات البديعية المعنوية التي توجد في الشهر والنسر فالمحسنات البديعية ابناء العزاء منها ما هو مستقل بالشهر ومنها ما هو مستقل بالنسر ولكن الطباق والمقابلة يوجد في الشهر وفي النسر تعالوا نشوف ابناء العزاء اول هذه الدروس وهو درس الطباق الطباق ابناء العزاء معناه الجمع بين الشي وضده في الكلام يبقى لو جينا نعرف الطباق الطباق هو جمع بين الشي والضد يعني العكس بتاعه لو بصنا ابناء العزاء للمثال اللي موجود عندنا قوله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء لو بصنا يا ابناء العزاء لكلمتين السراء والضراء هللاقي كلمة السراء اي في وقت اليسر والضراء اي في وقت العسر فهنا المثال جمع لبين الكلمة والضد اي عكسها كلمة كلمة السراء وقت اليسر وكلمة الضراء وقت العسر وبذلك يعتبر المثال والآية الكريمة احتوت على طباق والطباق هنا بين كلمتين السراء والضراء ننتقل الى قوله تعالى ايضا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون عندي كلمة يعلمون ولا يعلمون ابو الصلاة ان كلمة يعلمون سلبتها معناها عن طريق نفيها نفيتها بكلمة لا وبالتالي اصبحت الكلمة يعلمون ولا يعلمون بينهما طباق عندي كلمة سراء وضراء طباق ويعلمون ولا يعلمون طباق ولكن الطباق في الايتين بيختلف فبالتالي ننتقل لمعرفة انواع الطباق الطباق ابناء الاعزاء بيأتي نوعين طباق بالاجاب وطباق بالسلب طباق الايجاب ابناء الاعزاء لو خدنا عليه امثلة ونعرف الطباق بالاجاب الطباق بالاجاب هو التضاد بين كلمة وعكسها اي الكلمة والمضاد لها مباشرة في قوله تعالى تحسبهم ايقاظا وهم رقود عندي كلمة ايقاظا ورقود كلمتين بينهما طباق والطباق ايجابي اي الكلمة وعكسها قول الشار نزلت مقدمة المصيف حميدة ويد الشتاء جديدة لا تنكر كلمة المصيف وكلمة الشتاء بينهما طباق والطباق بينهما طباق ايجابي وقول امير الشعراء احمد شوقي اختلاف الليل والنهار ينسي اذكر لي الصبا وايام انسي لو بصنا ابناء العزاء الليل بين كلمتي الليل والنهار طباق والطباق في هذا البيت هو طباق ايجابي في طباق ابناء العزاء بالسلب يعني بالسلب ابنائي بالسلب يعني اننا بأتي بالكلمة واسلب هذه الكلمة معناها وذلك اما بنفيها او بنهي الكلمة الكلمة تكون من هي وامرها فلو بصنا ابناء العزاء لقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله يستخفون ولا يستخفون ابو الصلاة كلمة يستخفون سلبتها معناها عن طريق نفيها باضافة اداة النف لا فكلمة يستخفون ولا يستخفون بينهما طباق والطباق في هذه الآية طباق بالسلب قوله تعالى ايضا فلا تخشوا الناس واخشون ابو الصلاة ابناء العزاء لا تخشوا كلمة وفعل سبقته اداة النه لا وكلمة تخشون اي خافون كلمة وفعل اتى بصيغة الامر فعندنا لا تخشون من هي وخشون جاءت امر فيأتي الطباق السلبي اما بالكلمة وسلبها معناها عن طريق نفيها او بالكلمة تأتي بصيغة النه والاخرى تأتي بصيغة الامر كذلك قول الشار وننكر ان شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقوله لو بصنا ابناء العزاء بين كلمة ننكر ولا ينكرون هلا بينهما طباق والطباق في هذا البيت طباق بالسلب اي سلبنا الكلمة معناها عن طريق نفيها بلا ننتقل بعد ذلك لجزء هام وهو سر جمال الطباق فيأتي السؤال استخرج طباقا وبين سر جماله سر جمال الطباق ابناء العزاء هو تأكيد المعنى وتوضيحه عن طريق ذكر الشيء وضده يبعا عندي سر جمال الطباق ابناء العزاء هو تأكيد المعنى وتوضيحه عن طريق ذكر الشيء وضده ننتقل بعد ذلك ابناء إلى المقابلة المقابلة هي طباق ولكن تكون بين أكثر من معنيين أو تكون بين جملة وجملة فتأتي المقابلة بين جملتي مثل قوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا أبو الصلاة بناء العزاء فليضحقوا قليلا وليبكوا كثيرا الجملة الأولى يضحكوا قليلا جاء لها مقابل في الجملة التانية وهي ليبكوا كثيرا يضحقوا أمامها يبكوا وقليلا أمامها كثيرا لذلك أصبحت بين الجملتين في الآية الكريمة مقابلة قولي تعالى أيضا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أبو صلاة ابنائي بين جملتين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مقابلة لو بصنا ابنائي لجملتين الموجودين عندنا اللاقي أمرون يقابلها ينهون المعروف يقابلها المنكر فبين يأمرون بالمعروف وبين ينهون عن المنكر بينهما مقابلة يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائس يحل ويحرم لهم عليهم الطيبات الخبائس لو بصنا ابنائي هل لا يئدن بين الجملتين مقابلة كذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنائي اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا هلائي بين منفقا خلفا وممسكا تلفا بينهما مقابلة منفق اي متصدق ممسك اي بخيل ولا يتصدق خلفا اي يعطيه الله جزاء انفاقي تلفا اي يحاسبه الله على بخله وعلى عدم تصدقه بين الجملتين طباق ومقابلة والمقابلة ابناء الاعزاء لها سر جمال نفس سر جمال الطباق فسر جمال المقابلة هو تأكيد المعنى وتوضيحه عن طريق ذكر الشيء وضده ولبصنا ابنائه لقول الشاعر فاما حياة تسر الصديقة واما ممات يغيظ العداء بين حياة وممات وتسر ويغيظ والصديق والعداء بينهما مقابلة وقول الشاعر أيضا من أقعدته نكاية اللئام أقامته إعانة الكرام أقعد وأقام نكاية إعانة اللئام الكرام دي مقابلة ابناء العزاء وسر جمال المقابلة كما وضحنا قبل ذلك هو تأكيد المعنى وتوضيحه عن طريق ذكر الشيء وضده بكده ابناء العزاء نكون وضحنا أحد دروس البلاغة وهو درس الطباق والمقابلة وعرفنا أن الطباق يأتي بين كلمتين أما المقابلة فتأتي بين جملتين والطباق والمقابلة سر جمالهما يتفق حيث أن الطباق والمقابلة سر جمالهما وتأكيد المعنى وتوضيحه عن طريق ذكر الشيء وضده وعرفنا كمان أبناء العزاء أن الطباق أنواع إما طباق بالسلم أو طباق بالإجاب ننتقل أبنائي إلى أحد دروس القراءة من الدروس المقررة علينا في هذا النص الدراسي وهو درس هل لديك هدف في الحياة الدرس ده أبناء العزاء بقلم الكاتب دكتور إبراهيم الفقي درس هل لديك هدف في الحياة أبناء العزاء هو أحد الدروس المقررة علينا وهذا الدرس يناقش الهدف وكيف يحقق الإنسان هدفه في الحياة وعوامل تحقيق أهدافنا في الحياة وكيف أن كثير من الناس يعيشون في الحياة ضائعين ليس لهم هدف يسعون إلى تحقيقه وإن كان لهم هدف يسعون لا يضعون لهذا الهدف ولتحقيق هذا الهدف عوامل والخطط لتحقيق هذا الهدف ننتقل أبناء الأعزاء إلى أول فقرة في هذا الدرس ونشوف عليها بعض الأسئلة ونناقش الفقرة من حيث اللغويات الفقرة الأولى أبناء الأعزاء بعنوان حياة الضائعين تعال نشوف أبناء الأعزاء الفقرة عن أي شيء تتحدث ونشوف الأسئلة التي سنتناولها في هذا الموضوع كثيرون مننا يعيشون الحياة ضائعين ليس لهم هدف أو هوية كلمة هوية أبناء الأعزاء أي صفات تميزهم أو مهام يتصدون للقيام بها وكثير للأسف تضيع حياتهم في عالم التمني وهم يحلمون لكنهم لا يملكون الدافع أو الرؤية ورؤية أبنائي بمعنى الهدف أو الخطة المدروسة لتحقيق هذا الحلم بالنظر حولنا سنجد أن الأجساد التي تسير في دنيا الناس معظمها يسير ويمضي بلا هدى ولا وبدون وجهة محددة ومرسومة بدقة الفقر أبناء العزاء تتحدث عن الناس الذين يعيشون في الحياة في حالة من الضياع وسبب أنهم يعيشون في الحياة في حالة من الضياع أن ليس لهم هدف ولا صفة تميزهم عن غيرهم وليس لهم مهمة يقومون بها فتضيع حياتهم دون أن يحققوا أهدافهم أو دون أن يحققوا ما يريدون لأن حياتهم تكون كلها أحلام وتمنيات وسبب أنهم يعيشون في هذه الأحلام وهذه الأمنيات أنهم لا يملكون الدافع والهدف والخطة المدروسة لتحقيق هذا الحلم الذي يسعون إليه لو بصنا ابناء العزاء على بعض الأسئلة عن هذه الفقرة السؤال الأول كيف يعيش الناس الكثير من الناس ولماذا وما النتيجة المترتبة على ذلك لو بصنا ابناء العزاء حرفنا أن كثير من الناس يعيشوا في حياة ضائعين يبقى الكثير من الناس يعيشون في الحياة ضائعين لماذا أبناء العزاء يعيشون في الحياة ضائعين لأنه ليس لهم هدف أو هوية ما لهمش هدف بيسعوا لي ما لهمش صفات تميزهم عن غيرهم وما النتيجة المترتبة على ذلك النتيجة المترتبة على ذلك هي أن تضيع حياتهم في عالم التمني السؤال الثاني أبناء العزاء لماذا يعيش الكثير من الناس في عالم التمني يعيش كثير من الناس في عالم التمني لأنهم يحلمون ولا يملكون الدافع أو الهدف وغؤية والخطة المدروسة لتحقيق هذا الحلم فلذلك يعيش الناس في عالم التمني وعالم الأحلام يحلمون دون أن يجدوا الدافع والخطة لتحقيق هذا الحلم ننتقل بعد ذلك أبناء العزاء إلى سؤال آخر من مقصود بحياة الضاعين التي وردت في الفقرة حياة الضاعين أبنائي هي الحياة التي ليس فيها هدف ولا فيها مهمة يقوم بها الإنسان وتضيع حياة الشخص في عالم التمني وعالم الأحلام فلا يوجد لدى هذا الشخص الدافع لتحقيق هذا الحلم ولا يوجد لديه الخطة المدروسة لتحقيق هذا الحلم فحياته التسير وتمضي بلا هدى وبدون وجهة محددة أو مرسومة بدقة ننتقل بعد ذلك أبناء الأعزاء إلى فقرة أخرى في هذا الدرس وهي قصة العاملين قصة العاملين أبناء الأعزاء ملخصها أن هناك عاملان في أحد شركات البناء طلبت منهم شركة البناء التي يعملون بها أن يذهبوا لإصلاح سطح أحد البنايات فأخذ العاملان أدواتهم وذهبوا وعندما وصلوا وجدوا لافتة على المصعد كتب عليها المصعد معطر وقف العاملان يفكرون ماذا يفعلان وحسموا أمرهما بعد وقت وأخذوا الأدوات وصعدوا على السلة صعد أربعين دور وعندما وصلوا إلى سطح البناية نظر أحد العاملان إلى الآخر وقال لدي إليك خبران أحدهما سار والآخر سيء فقال أخبرني الخبر السار فقال لقد وصلنا إلى سطح البناية قال وما الخبر السار قال الخبر السار السيء هو أن البناية التي صعدناها ليست البناية المطلوب من إصلاح سطحها لو بصنا أبناء العزاء للعاملان قصة وقصة رمزية بترمز إلى شيء وهي أن العاملان لم يحددوا الهدف كما ينبغي ولذلك بزلوا الجهد والعرق الكثير دون أن يصلوا إلى ما يريدون لأنهم لم يحددوا الهدف الذي أرادوا لو بصنا لبعض الأسئلة أبناء العزاء على هذه الفقرة كان هناك عاملان في أحد شركات البناء ما الغرض الذي أرسلت الشركة من أجل السبب الذي خلت الشركة ترسل العاملين إلى البناية أرسلتهم الشركة التي يعملان لحسابها من أجل إصلاح سطح إحدى البنايات ومفرد كلمة البنايات أبناء البناية وعكس كلمة إصلاح إفساد سؤال سؤال الثاني أبنائي ماذا وجد العاملان عندما وصل إلى المصعد عندما وصل العاملان إلى المصعد وجد لافتة مكتوب عليها المصعد معطل يبهينا أبنائي العزاء القصة بتبدأ زي ما قلنا بأن شركة أرسلت عاملين الإصلاح سطح إحد العمارات فأخذ العاملان المعدات وذهب إلى البناية المقصودة تمام وعندما وصل وجد لافتة كتب عليها المصعد معطل ننتقل إلى سؤال آخر أبنائي ماذا فعل العاملان عندما وجد هذه لافتة توقف العاملان وبدأوا يفكرون ماذا يفعلون أولا هم وصلوا والمصعد معطل وسطح البناية بعد أربعين دور يعني مسافة يفكروا هنصعد على رجلنا أم هل ننتظر ونعود ولكنهم حسموا أمرهم بأنهم يصعدوا على السل عملية عملية شاقة أبنائي ولكن الحماسة التي كانت لدى العاملان هي التي دفعتهم لخوض هذا الأمر ننتقل بعد ذلك أبنائي إلى سؤال آخر علل توقف العاملان هنا للتفكير فيما يفعلون في أمرهم هنا أبنائي بمعنى لحظة أو بعض من الوقت القليل طبعا سبب توقف العاملان والتفكير في ماذا يفعلون هو تعطل المصعد والبديل لهذا الأمر هو الصعود على السلمي بالرغم من أن العمارة أربعين دورا وهم يحملون المعدات لهذا الارتفاع الشعر تخيل أبنائي هيصعدوا أربعين دور لأعلى ومعهم معدات يحملونها على أكتف وحسموا أمرهم وصعدوا القصة أبنائي لعزاه هي قصة رمزية بترمز لشيء ومعنى كلمة قصة رمزية كما جاء في هذا السؤال ما المقصود بالقصة رمزية أبنائي القصة التي لها أكثر من مغزا أي لها أكثر من هدف والهدف هنا هو الإحاء بالحالة دون التصريح بها يعني أنا عايز في هذه القصة أوضح شيء وهو أن الحماسة دون أن يكون للإنسان هدف مهما بزل من جهد وعرق فلن يحقق ما يريد لأنه لم يضع له هدف يسير ويسعى لتحقيقه فبالتالي القصة هنا بتاعة العاملين أبنائي هي قصة رمزية بتهدف إلى أن يكون للإنسان هدف في الحياة يسعى لتحقيقه وأن يكون للإنسان خطة مدروسة للوصول لهذا الهدف ننتقل إلى سؤال آخر أبنائي وهو اذكر سمات العاملين الواردة في الفقرة سمات العاملين أبناء الأعزاء التي وردت في هذه الفقرة هي الحماسة الشديدة العاملين كان عندهم حماس والحماسة التي كانت لديهم هي التي دفعتهم إلى الصعود إلى سطح البناية على أرجلهم يصعدون أربعين دور السؤال الثاني أبنائي متى وصل العاملان إلى هدفهما وصل العاملان أبنائي إلى هدفهما بعد جهد مضني وبعد عرق غزير وبعد جلسات استراحة كبيرة جهد مضن أبنائي أي جهد صعب وعرق غزير وجلسات استراحة كبيرة طبعا استحال أبنائي أنهم يصعدوا الأربعين دور مرة واحدة ولكن هم كان يأخذون راحة بين كل مجموعة أدوار وبعضها وبعد أن وصل أبناء الأعزاء العاملان إلى سطح البناية أحد العاملين أخبر زميله بخبرين أحدهما سار والآخر غير سار وضح ذلك لو بصيت أبنائي للخبرين اللي قالهم العامل لصديقي الآخر عندما وصل إلى سطح البناية هو الخبر السار أنهما وصل إلى سطح البناية والخبر السيء أن هذه البناية هي ليست البناية المقصودة سؤال آخر أبنائي ما الخطأ الذي وقع في العاملان الخطأ الذي وقع فيه العاملان هو أنهما بزل جهدا كبيرا ولكن دون تفكير أو تخطيط فالعاملان بزل كل ما في وسعهما من جهد لصعود إلى سطح البناية ولكن لم يفكرها قبل الصعود ولم يخططها قبل الصعود لأن لو كان هناك تفكير وتخطيط لما كانوا صعبوا إلى سطح البناية لأنهم كانوا سيعلمون أن هذه البناية هي البناية الخطأ الغير مقصودة ننتقل بعد ذلك أبناء الأعزاء إلى سؤال لماذا يقع كثير من الناس فيما وقع فيه العاملان ليه كثير من الناس في هذه الحياة بيقع في كثير من الناس يقع فيما وقع فيه العاملان نحن نعرف العاملان وقع الأعيال في خطأ وهو أنهم صعدوا إلى أعلى دون أن يكون هناك تخطيط ولا تفكير ليه كثير من الناس بيقع فيما وقع فيه العاملان يقع كثير من الناس فيما وقع فيه العاملين لأنهم يتعبون ويجتهدون دون أن يكون لديهم أهدافا واضحة يتعبوا ويجدوا ويعملوا في الحياة دون أن يكون لديهم هدف فبالتالي التعب والجهد الذي يبزلونه في الحياة ليس له قيمة أو يحقق لهم ما يريد ولكن الجزء البسيط القليل ننتقل لسؤال آخر أبنائي لو كنت مكان أحد العاملين كيف كنت ستتصرف لو كنت مكان العاملين أبناء العزاء كنت هتعمل إيه طبعا كلنا هنقول كنا نتأكد أن دي البناية ونصعد البناية حتى لو مكان الأسنسير أو المصعد في حالة عطل هنصعد ولكن سوف نبزل جهد وعرق تمام ولكن سوف نصل إلى الهدف في نهاية الأمر يبقى الإجابة أبناء العزاء هي كنت أتأكد أولا أن هذه البناية هي البناية المقصودة تمام ننتقل بعد ذلك أبناء العزاء إلى المغزى أي المقصود أو الهدف من هذه القصة الهدف من هذه القصة أبناء أن كل إنسان في هذه الحياة يجد ويتعب ويعراق ولا يصل إلى شيء لماذا؟ لأنه لم يخطط جيدا لتحقيق هذا الهدف الذي لم يضعه في حياتي فهو يخطو في الحياة دون أن يضع لنفسه برنامجا دقيقا لتحقيق الهدف الذي يسعى إليه لذلك يعيش كثير من الناس في هذه الحياة ضاعيل وده المقصد والفقرة الأولى التي تحدثنا عنها أن الهدف من هذه القصة هو بيان سبب أن الإنسان يجد ويتعب في الحياة ويعراق دون أن يحدد أو دون أن يصل إلى ما يريد لأنه لم يضع له هدف في الحياة يسير إليه فبالتالي يسير في الحياة ويمضي بلا هدى وبلا وجهة محددة ولا خطة مرسومة بدقة ده المغزى أبناء العزاء من هذه القصة ننتقل بعد ذلك للدروس المستفادة من هذه القصة الدروس المستفادة من هذه القصة أبناء هو أن يكون لكل شخص في الحياة هدف لابد من وجود هدف في حياتنا نسعى لتحقيقه مع الهدف لابد أن يكون معه تخطيط جيد لكي نحقق هذا الهدف يبقى أولا لابد من وجود هدف ثانيا لابد من وجود تخطيط جيد لتحقيق هذا الهدف ثم بعد ذلك العمل الجاد لكي نصل لهذا الهدف ونحققه ونقوم بتنفيذ ما خططناه للوصول لهذا الهدف يبقى عندنا أبناء الدروس المستفادة كالآتي لابد من وجود هدف في حياتنا ولابد من التخطيط الجيد لهذا الهدف والوصول إليه ثم بعد ذلك لابد من العمل الجاد لنصل لهدفنا الذي خططنا إليه سابقا ونحققه فهناك من يجد ويتعب في الحياة ويعرق ولكن دون أن يصل إلى شيء لأنه لم يخطط جيدا قبل أن يخطو ولم يضع لنفسه برنامجا دقيقا لتحقيق الهدف ننتقل الأبناء بعد ذلك إلى الفقرة الثالثة في هذا الدرس وهي بعنوان بحث لاكتشاف منهجية النجاح الجزئية هنا أبناء تتحدث عن جامعة بيل جامعة بيل يا أولاد هي جامعة قامت بعمل بحث يضم خريجي إدارة الأعمال الذين تخرجوا منذ عشر سنوات في محاولة من هذه الجامعة لمعرفة اكتشاف منهجية النجاح لديهم الجامعة إذا تعرف هل حقق هؤلاء الخريجين هدفهم في الحياة وما مدى تحقيق النجاح لديهم ومن منهم استطاع أن يحقق الهدف الذي يريد ومن منهم لم يحقق هدفه ومن منهم عاش في الحياة بدون هدف وكانت النتيجة لهذا البحث أبنائي هو أن وضع البحث أبنائي الأعزاء وتم معرفة أو نتيجة هذا البحث أن منهم من لم يكن لديه هدف في الحياة يسعى إلى تحقيقه فكان هؤلاء الناس يبقون على قيد الحياة ويوفقون لأنفسهم والأسرين متطلبات الحياة ومنهم من وضع هدف في حياته ولكن لم يخطط له جيدا ومنهم من قام بتحديد أهدافه والخطط لها ولذلك استطاع أن يحقق الهدف فالأولى والثانية والثالثة الثانية تكسب ثلاثة أضعاف الأولى والثالثة تكسب عشرة أضعاف الأولى وسبب ربح العينة الأخيرة أبناء الأعزاء هو النجاح والأهداف والخطط لديها بكده أبناء الأعزاء نكون قد قمنا بمراجعة الدروس من المفعول لأجله والطباق والمقابلة ودرس القراءة هل لديك هدف في الحياة نوعدكم مع حلقة جديدة مع مراجعة بعض دروس مادة اللغة العربية في النصوص والنحو والبلاغة إلى اللقاء مع حلقة أخرى قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى